السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي مقالة نشرة بمقرابيا وهنحط المرجع بتاعتها وليكن مثلا هنا دي انا اخده مثلا من كتاب فهاجي هنا اقول له من reference insert citation وقول مثلا add new source وابدا حط مرجع وليكن مثلا اسمه xxx xyxy والتايتل بتاع المقالة مثلا بمكس الجورنال النام بمقرابيا الير 222 البيجز الفين وخمسين الكتاب ده بالعربي اوكي هبدو حط مرجع تاني اقول له add new source اقول له مثلا الكتاب ده للكاتب وخليها مثلا كتاب خلي بقى ان انت لما بتغير السورس المعرومات انا بتغير مثلا لو قلت له website بيجهزك على website طيب خلينا نقول له مثلا website ونختار مثلا website دوت تمام تمام تاني اما بين الاسرية مين اللي كاتبه عبد المعز شهين دكتور عبد المعز شهين وده اللينك بتاعه وده هو الحصب انا كنت بخرا في كتاب ده مش شوية ترميم المباني الاسرية الموقع اه هو الموقع هوت السنة كام الف سنوية تسعة واسعين معرفش السنة كام بصراحة الشهر انا مش عارف السنة اكون اعارف الشهر شهر تمانية ادي تلاتة تمام وخلي اللغة مسلا اه انجليزي لا خليها اعرفي خليها عرفي ماشي اوكي تمام طيب لو عايزين نعمل حاجة انجليزي سير سيتيشن وقول له خلي ده بقى مسلا اه ارتكل مقالة ونقول له مسلا ده التاليف فلاني ويخليها بالانجليزي تمام اوكي فاي وقت عايز تضيف مرجع بمراجعة دي بتجي هنا وتقول لنا عايز مسلا المرجع دوت يبدأ يروح وضيفه طيب بعد ما انا كتبت كده عايز مسلا نحط رقم الصفحة فاجي هنا اقول له اديت سيتيشن وقول له مسلا ده من الصفحة خمسة خمسين مسلا تمام طيب ودوت ممكن اقول له ده مسلا خليه من وعشرين فتا تلاتين تمام طيب اه طيب بعد ما كتبتون كلهم عايزة تظهر معي هنا اللي هي المرجع في اخر حاجة خالص عايزة تبدأ تظهر معي هنا فاجي هنا اقول له انا عايز بيبلو جرافي اقول له انسيرت بيبلو جرافي تبدأ تختار بها الشكل انت عايزه ولكن مسلا الشكل دوت تمام طيب طيب لو انا عايز العربي الوحد والانجليزي الوحدو انت عايز هنا العربي هنا الانجليزي تقدر تيجي هنا تقول له دي تكتب كده المراجع العربي وبعدك هتجي هنا نبدأ نحط الانجليزي عن سبيل مثال هتجي هنا اعايز اجي هنا اقول له فلتر لانجوج انا عايز هنا الانجليزي بس تمام وهنا فلتر لانجوج انا عايز العربي بس فيبقى عندي هنا العربي وهنا الانجليزي بشكل دوت وانت كده عرفت تتحط المراجع وعرفت تتحط رقم الصفحة وعرفت ان انت تظهر المراجع العربي الوحدية والانجليزي الوحدية وبالتوفيق في البحث